أبرز المواضيع والأحداث التي لاقت رواجاً وتفاعلاً كبيراً على المواقع التواصل الاجتماعي مسلسل Game of Thrones Season 8 في الحلقة الخامسة تصدر البحث في جوجل كان الأكثر تداولاً في تويتر بعد ساعات من عرض الحلقة تدور أحداث الحلقة الخامسة بعلم دين ريس بخيانة مساعدها ومحاولته لإخبار العائلة كافة والممالك الأخرى بأنها ليست هي التي لها الحق بالعرش أثار إطلاق منصة واتشيت الرقمية في مصر جدلاً واسعاً اتأكد المتابعون أن عصر تلفزيون التفاعلي بدأ فعلاً في البلاد على حساب عصر تلفزيون التقريدي كان النمط السائد يعتمد على وجود محطات تلفزيونية أرضية أو فضائية تعرض برامج ومتجات إعلامية منوعة وفق خطة برامجية معلنة ومحددة المواعيد ومدة العرض أما تلفزيون التفاعلي فيوفر للمشاهد كما كبيراً ومنوعاً من الأعمال والمنتجات الإعلامية المختلفة ويتيح للمشاهد الحرية كاملة في اختيار الوقت المناسب له لمشاهدة الأعمال المفضلة لديها يكون الفرق بين النمط التلفزيوني السائد والتلفزيون التفاعلي في ضرورة أن تكون وسيلة الاستقبال ذكية وأن يسدد المشاهد مقابلاً لهذه المشاهد وغالباً ما يتم عبر وسائل الدفع الإلكترونية ويحتوي هذا التطبيق على كم كبير ومنوع من المنتجات الدرامية المختلفة بشكل يحقق المنصة الرقمية المصرية الجديدة ويحقق لها فرصة لمنافسة المنصات التي انطلقت منذ فترة عمت الأفراح دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بعد فوز منشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي وهو اللقب الحادي عشر له في حقبة الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس مجلس الوزراء مالك نادي منشستر سيتي رفع الفوز رصيد سيتي من النقاط إلى 98 بفارق نقطة واحدة عن ليفر بول أشارت دراسة حديثة إلى أن الكثيرين من المرضى الذين يعانون من حصوات مرارية وألم في البطن لا يشعرون بتحسن كبير بعد استقصال المرارة بما يعني أن تلك العملية الجراحية قد لا تكون ضرورية على الدوام وتوصي إرشادات العلاج المتبعة في مجموعة البلدان باستقصال المرارة بالمنذار عندما يعاني المريض ألما في البطن مرتبطا بوجود الحصوات تصدر الفنان محمد ممدوح تريند الأكثر تدولا عبر موقع التغريدات تويتر حيث حل هاشتاغ مسلسله رمضاني قبيل في المركز الثالث عشر ضمن أكثر الهاشتاغات شيوعا بين رواد الموقع يتعرض الفنان الشاب محمد ممدوح لحملة انتقاد واسعة من إدانة والسخرية من مخارج الفاضه وانتقاد لزيادة وزنه فيما يؤكد أخرون أن ممدوح نجم كبير وممثل موهوب ترجمة نانسي قنقر